موسيقى اعراب جمع المؤنة السالم اذا قبل ما نبدأ المضمون لهذا الدرس هذا سنرى ما هو جمع المؤنة السالم كيف نسوغ هذا الجمع على ما يدل كيف يعرب في حالة النصب والرفع والجر اذا جمع المؤنة السالم هو كل ما دل على اكثر من اثنين بزيادة الف وتاء لمفرده الصحيح في اخره ويرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة كنت تنصبك جر بالكسرة وهو مؤنة طبعا خاص بجماعة الانات وثم سالما لان مفرده سالما من التغيير عند جمعه هذا هو تعريف شامل لجمع المؤنة السالم كيف تساغ جمع المؤنة السالم نعطيكم بعض الامثلة بحال مثلا كلمات ابتكار ابتكار باش نردوها جمع مؤنة سالم كنزيدو الف وتاء مبسوطة كنت تقولي ابتكارات ابتكارات اختراع اختراع معلمات مثلا شي مثال ديال كلمة فيها التاء مربوطة في الاخير مثلا معلمات بغينا نردوها جمع مؤنة سالم معلمات كنزيدو الف وتاء مربوطة وكنزيدو الف وتاء مبسوطة كشولينا معلمات معلمات ندوى الجمع المؤنة سالم الجمع المؤنة سالم هو هو مني كنضيفو الالف والتاء لمفرده الصحيح في الاخير كنضيفو الألف والتاء وإلا كان المفرد فيه التاء مربوطة في الاخير كنزيدو التاء المربوطة وكنزيدو الألف والتاء بحال مثلا معلمات معلمات إذن ألاحظ وأكتشف السؤال الأول أقرأ الجمل الآتية وأكمل من الجدول وفق النموذجي إذن عندنا جملة الجمع أنه هو جمع السالم كيف تخرج أيضا المفرد دي الجمع السالم موقعه من الإعراب علامته الإعرابية أو علامة الإعراب عندنا تشيد الدراسات بمصادر الطاقة المتجددة الجمع في هذه الجملة هو الدراسة المفرد دراسة موقعه من الإعراب مرفوع علامة الإعراب الضمة إذن نحاول نخرج الجمع المفرد الموقع من الإعراب وعلامة الإعراب في هذه الجملة كما أعطونا في الجملة الأولى ولكن لاحظتم معي في الجملة الأولى فقط ركزوا على الدراسة ما قالوش لنا الطاقات لأن الجمع مؤنة سالم كذلك في الجملة الأولى اللي هو الطاقات إذن جمع ندروا الطاقات مفرد طاقة موقعه من الإعراب جاء مضاف إليه كتبوا هنا مضاف ما قالوش لنا نحاول ندروا ديكا مضاف إليه علامة الإعراب مجرور بالكسرة إذن هذا اللي كتب ترى على الطاقة هذا الجمع مؤنة سالم كذلك في الجملة الأولى الجمع الطاقات مفرده طاقة موقعه من الإعراب مضاف إليه علامة الإعراب مضاف إليه مفرده الكائنة الكائنات الكائنة مفرده موقعه من الإعراب جاء مفعول به منصوب علامة الإعراب الكسرة النائبة يعني الفتحة نال جمع مؤنة سالم تنصب بالكسرة لأنه جمع مؤنة سالم جمع مؤنة سالم كتنصب بالكسرة إذن عندنا تشيد الدراسات بمصادر الطاقات المتجددة عندنا الدراسات ومفرده دراسات موقعه من الإعراب فاعل علامة الإعراب الضمة عندنا الطاقات الطاقات الجمع والطاقات مفرده طاقة موقعه من الإعراب مضاف إليه علامته الإعرابية مجرور بالكسرة تهدد الوسائل التقليدية لتولد الطاقة الكائنات الحية جمع مؤنة سالم هنا الكائنات مفرده الكائن موقعه من الإعراب مفعول به منصوب علامته علامته عفوا الإعراب الكسرة النائبة عن الفتحة إذن هنا فهد الجدول هذا كيفاش شفنا كيفاش كتتعرب الجمع المؤنة السالم شفنا أنه كيتضم بالضمة أو كيترفع بالضمة شفنا كيتجر بالكسرة وكذلك كيتنصب بالكسرة نمر إلى السؤال الثاني أذكر العدد الذي تدل عليه كل كلمة من الكلمات المكتوبة بخطين بارزين في الجدول السابقي هل تدل على المفرد أم وثنى أم جمع؟ إذن الكلمات المكتوبة بخطين بارز لدينا الدراسات دراسات الطاقة الكائنات أذكر مفرد دراسات وجنسه ثم أبين ما زيد على مفرد الكلمة من جمع؟ إذن دراسات المفرد ديالها دراسات الجنس ديالها مؤنث ما زيد على مفرد الكلمة زدت عليها الألف والتاء بعد حدف الألف المربوطة إذن عندنا دراسات من مفرد ديال دراسات نقول أنه هو دراسات جنسه مؤنث ما زيد على مفرد الكلمة من جمع تزدت عليها الألف ومن بعد حدفنا هذا نمر إلى السؤال الرابع أعين موقعها الإعرابية ثم علامتها الإعرابية ثم أحدد نوع هذا الجمع إذن كلمة دراسات نحدد الموقع الإعرابي والعالمة الإعرابية ونحدد نوع هدى الجمع هذا. اذا اه الدراسات فاعل مرفوع بالضمة لانه جمع مؤنت سالم. اه في دول نوع دياله. اذا قلنا سؤال الرابع. فاعل مرفوع بالضمة. فاعل مرفوع بالضمة. والنوع دياله جمع مؤنت سالم. فاعل مرفوع بالضمة. والنوع دياله جمع هو جمع مؤنت سالم. السؤال الخامس. اذكر مفرد الكائنات وجنسه ثم ابينه مزيد على مفرده مع المفرد الكلمة في الجمع عفوا. اذا قلنا الكائنات. كلمة ديال الكائنات. اذا نحاول ندروا هذا الجدول بساعد باش تحاولوا تفهموا. مفرده جنسه ما زيد على مفرده على مفرد الكلمة في الجمع. ديالكلمة ديالك مفرد الكائنات. مفرد ديالها الكائن. الكائنة. جنسه مؤنث. شنو تزد عليه. شنو تزد لها الكلمة في الجمع. الالف والتاء. السؤال السادس. اعينه موقعها الاعرابي ثم علامتها الاعرابية. انك انتحدث على كلمة الكائنات. اذا موقعها الاعرابي مفعول به. وعلامتها الاعرابية منصوب بالكسر النائب عن الفتحة. اذا موقعها الاعرابي مفعول به. علامتها الاعرابية منصوب بالكسر النائب عن الفتحة. السنتج. جمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنين بزيادة الف وتاء مبسوطة على مفرده. علامتها رفعه الضمّة علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة وعلامة جره الكسرة إذن جمع مؤنة سالم ماد intéressة الأكثر من إثنين سيدة دي الأíst حفظتح في أ المفرد في أهل المفرد في الألوك المسبق النوج هنا علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة علامة النصبiğ اللبن المدم salads في أهل الكسرة النائبة عن الفتحة علامة الجر الكسرة أطبقه أعين جمع المؤنة السالم في الجملة الآتية وأذكر مفرده وموقعه الإعرابي وعلمات إعرابه إذن عندنا هذا الجملة هذه طورت الباحثات في مجاري الطاقات النظيفة تقنيات جديدة لتوريد الكهرباء المطلوب مننا هنا نستخرج أي جمع مؤنة سالم بالنا ونذكر المفرد دياله والموقع الإعرابي والعلمات الإعرابية دياله إذن عندنا أول جمع مؤنة سالم الباحثات عندنا الطاقات وعندنا تقنيات جمع مؤنة سالم لدينا في هذه الجملة إذن الباحثات مفرده الباحثات موقعه الإعرابي فاعل علامته الإعرابية مرفوع وعلامة رفعه الضم الطاقات مفرده الطاقات موقعه الإعرابي مضاف إليه علامة إعرابه مجرور وعلامة جره الكسر تقنيات مفرده تقنية موقعه الإعرابي مفعول به علامة إعرابه منصوب وعلامة نصبه الكسر النائب عن الفتحة سؤال الأخير الكريمات متابعي قناة إيكورشل لكنا دول الفيديو دي اليوم درس التراكيب إعرابه جمع المؤنة السالم والصفحة رقم 131 من كتاب اللغة العربية منار لغة العربية السنة السادسة من التعليم الإبتدائي إذن تمنى أنكم تكونوا استفتوا معنا في الفيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله ومع السلامة اشتركوا في القناة